ومن عجب أن الإلحاد الذي يقدم على أنه الصورة المشرقة للذكاء والعبقرية والقدرة على كشف مدفونات الكون ومعرفة حقائقه العجب أنه أسوأ وأضعف العقائد الموجودة اليوم إذا كانت النصرانية تعتبر من كما يقول ابن حزم في الفصل يقول لو لأننا التقينا النصارى ونظرناهم ما كنا نصدق أن هناك نصارى قولهم يعني يخالف العقل بصورة بعيدة النصرانية التي يقول مثلا بولوس يقول في رسالاته إلى غلاطيا يقول معنى العبارة يقول لأنه مكتوب في الطورات أن من يعلق على الخشبة أو على الصليب فهو ملعون فيقول المسيح ملعون لأجلنا فالنصارى يؤمنون بإله ملعون أخرجوا عن تخريج لهوتي على أن المسيح إله ملعون ومن عجائبه أيضا أن بولوس مثلا يقول في رسالة إلى كورونثوس أنا سأؤذي لكم بشاعة تتصور سنقرنه بعد ذلك مع الإلحاد عندما قيل له إن الاعتقاد أن المسيح إله نوذي على الصليب ليموت على الصليب فداء لخطايا الإنسان قيل له هذا أمر يخالف العقل فقال نعم هو يخالف العقل أنا لا أمكن ذلك لكن مخالفته للعقل لا تمنع أنه حق بالمعيار الإلهي فلما أراد أن يعبر عن ذلك ماذا قال؟ قال طبعا سأعطيكم الترجمة العربية الآن في أشهر ترجمة عربية ترجمة الفان دايك تقول إن جهالة الإله أحكم من الإنسان جهالة الإله جهل الإله أفضل من حكمة الإنسان في الحقيقة النص اليوناني يقول يسامت عبارة مورون وحتى بالإنجليزية لها دلالة واضحة بمعنى الحماقة ولذلك تترجم حتى بالترجمة الإنجليزية تقول الترجمة الصحيحة هي إن حماقة الإله أحكم من عقل الإنسان فهناك رفض لمفهوم العقل أو رفض لمفهوم الحكمة ولذلك مثلا ترتليان أعذروني التخصص يغلب علي هنا ترتليان يقول عندما كان يتحدث عن ألوهية المسيح قال أؤمن بهذا لأنه محال أؤمن بألوهية المسيح لأنه محال عقلا مع ذلك النصراني إذن هي ديانة باطلة ولأنها لاحظوا أستعمل لأنها لأنها ديانة باطلة فهي أفضل وأقوى من الإلحاد بسبب أنها باطلة كيف ذلك؟ الإلحاد على الحقيقة لا يرتقي أن يكون باطلة مشكلة الإلحاد أنك إذا نظرت إليه نظرة معرفية لا يرتقي إلى أن يكون باطلا لأنه لا يمكن التفكير في الإلحاد من الداخل عندما تتبنى المنظوم الإلحادي من الداخل وأن الإنسان هو مجرد كيان فيزيائي أنت هنا تنفي مفهوم العقل لأنك تقول بجبرية التفاعل الكيميائي في الإنسان إذا كان العقل هو على حقيقته إدراك ما في الأعيان إدراك صحيح والحقيقة هي موافقة ما في الأعيان لما في الأذهان إذا كان هذا هو التعريف الحقيقة فلا يمكن إدراك الحقيق ولذلك يقول فرانك توريك في كتابه ستيلم فرامغاد يقول حتى يدرك الروبوت أنه روبوت لابد أن لا يكون روبوت والإلحاد يقول الإنسان روبوت لأنه مادة صرف وكذلك إلزام ألفين بلانتينجي عندما قال لهم إذا كنتم تقولون ضرورة بالتطور الإلحاد لا يستغني عن التطور العشوائي لأنه إذا لم يقول بالتطور سيقول ضرورة بالخلق وإذا لم يقول بالعشوائية سيقول ضرورة بتطور المواجه وهو يرفض ذلك فلأنه يقول بالتطور العشوائي فهو يقول إن هذا العقل ناشئ ومتطور عن عقل قرد كما قال دارون في إحدى رسائله فإذا كان هذا العقل متطور عن عقل قرد فما الضمانة حتى نثق فيه أنه يقدم لنا الحقيق لماذا لا نثق في عقل القرد ونثق في عقل الإنسان تطور هذا العقل طبعا تطور الإنسان عن قرد هناك من يرفض هذه العبارة يقوله تطور عن شبيه يعني أبمان لايك تطور عن شبيه قرد ولكن هناك بعض الضروينين يستعملون ذلك إذا كانه تطور عن شبيه قرد أو عن قرد وكنا لا نثق في القرد وكان تطور بحثا عن أسباب البقاء وليس بحثا عن الحقيقة فما الضمانة أن هذا العقل يقدم لنا الحقيقة لا توجد ضمانة ولذلك تحدي ألفين بلانتينجا في هذا الباب لم يجب عليه أحد الإلحاد ينتهي بالإنسان إلى أن لا يثق في الإلحاد أنا منحد المفضل إنجازت هذه العبارة يعني ملحد المفضل هو هذا الرجل أليكس روزنبرغ هذا فيلسوف أمريكي مشهور جدا وهذا كتاب أثار عليه الملاحدة لأنه هو رجل يعني حاصل على شهادات عالية وتكريمات جامعية يقول صراحة إننا في المنظومة الإلحادية لا نملك إرادة ولا نملك عقل ولا نملك شيء ويقول بالعدمية المحظة إذا انطلقنا من العدمية المحظة لا يمكن أن نثق أنه بالإمكان تصديق الإلحاد وهذه من تناقضات العجيبة يعني وأنا أقرأ هذا الكتاب فريويل لسام هارس أحد الفرسان الأربعة وأنا أقرأ كل صفحة أقول لا أنا أكيد فهمت الكتاب خطأ سيأتي الكاتب ويعدلوا هذا الكلام لا يمكن أن يكون الكتاب بهذه السذاجة يعني هو يقول الإنسان لا يملك إرادة الإنسان إذن لا يملك إرادة لأنه مادة بحتة ثم يقول أنا سعيد أنني اكتشفت أن الإنسان لا يملك إرادة ثم يقول وأنا أدعوكم إلى أن تصدقوا أن الإنسان لا يملك إرادة كيف يسعد أنه لا يملك إرادة إذا كانه لا يملك إرادة حتى يسعد بذلك حتى سعادته هي مجرد إفرازات كيميائية ونبضات كهربائية ثم كيف يدعوني إلى أن أعتنق فكرته إذا كنت أنا أتحرك بعقلية شبرية فتقرأ الكتاب وتنتظر كل لحظة من هذا الكاتب أن يعدل أكيد مستحيل هذا الرجل أن يقول هذا الكلام أكيد أنه يريد أن يصل إلى فكرة أخرى لكنه مع ذلك ينتهي بك إلى هذا الأمر كنت أشاهد محاضرة لفرانك تيرك فكان عرض مقطع لورانس كراوس لورانس كراوس هذا بين القوصين تفيق عكاش الإلحاد وعذروني لذكر الأسماء هذا مضحك جدا استدعاه مذيع ومذيع كان يحمل خلفية جيدة في الباب فقال له أنت تقول أنه بالإمكان أن ينشأ الكون من لا شيء قالوا نعم خلو أنت تقصد طبعا لا شيء بمعنى فاكيوم يعني فراغ لكن فيه مستوى من الطاقة من خفض قال لا 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 أنا أقصد من الممكن أن ينشأ الشيء من اللاشيء المحض لا مادة ولا طاقة ولا زمان ولا مكان فقد تنتظر بعض الوقت ثم ينشأ الشيء من اللاشيء بفعل فيزياء الكم طبعا هذا القول لا يمكن أن يقوله الطفل صغير ضعك أن يكون الرمز فكري هو يقول عدم المحض وسيتمكن فيزياء الكم أن يخرجه من العدم طيب فيزياء القانون فيزياء الكم هذا قانون والقانون هو وصف لعمل الطاقة والمادة طيب هل يوجد الوصف العارض قبل أن يوجد الجوهر كيف ستمكن القانون من إنشاء شيء في العدم المحض هذا جنون لكن أبشع من ذلك أن يقول لا يوجد وقت ويقول انتظر قليلا فسيخرج المكان والزمان أين ستنتظر؟ فهذا حقيقة يعني توفيق عكاشا للإلحاد الجديد يعني نحن نتحدث حقيقة عن جنون للإلحاد الإلحاد الجديد اليوم بلغ مرحلة من الجنون دعوكم من هذه الألقاب والشهادات العالية الإلحاد الجديد بلغ درج من الجنون عندما يقول شون كارل عالم الكوزمولوجيا الشهير أراد أن يثبت أن هذا الكون أزلي ما هي الطريقة التي سيثبت بها أن هذا الكون أزلي وكل الدلائل كما يقول وستيفان هاوكين يقول بالعبارة كل الدلائل تقول أن هذا الكون مخلوق قال الحل هو الزمان يتحرك إلى الماضي ثم بعد ذلك تحرك إلى المستقبل بمعنى في فترة من فترة التاريخ كان الزمان يتحرك من المستقبل إلى الماضي يعني البارحة يأتي غدا ثم اليوم حالة من الجنون ومع ذلك عندما ناظر أوليام لينكريك لم يستدل بهذه النظرية لأن حالة من الجنون فاليوم نحن نعيش حالة من الفوضى استغلال هذه الألقاب والهلات العلمية لترويج لدعاوى ويعني من الواضح فسادها وكما يقال فسادها يغني عن إرسال